بعض الناس المتنطعين المتفزلقين يقول لك أبو النبي وأم النبي في النار وكأنه مأجور ليقول هذا الكلام أبو النبي مات على الفطرة مات قبل بعثة سيدنا رسول الله مات قبل الإسلام لأنه مات قبل ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه السيدة أمينة السيدة أمينة بنت وهب يقول أم النبي في النار إزاي أم النبي في النار ويستدل بحديث يقولك إيه يقولك إن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت منه أن أستغفر لها فلم يغفر لي لم يغفر أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لها لأنها ماتت قبل الفطرة لأنها ماتت في الفطرة قبل الإسلام وفي الرواية التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم استأذنت أن أزور قبر أمي فأذن الله لي دا إن دل يدل على إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وزارها وأدل دليل أن الله جل وعلا نجى والدي النبي أن الله يقول في القرآن لسيدنا رسول الله وتقلبك في الساجدين يعني سيدنا النبي كانت نطفته النورانية النبوية المصطفوية المباركة نطفة خير البرية تتحرك وتتقلب في الأرحام الطاهرة والأصلاب المطهرة أتى من نكاح صحيح ولم يأتي من سفاح صلى الله عليه وسلم هذا قول الله جل وعلا وتقلبك في الساجدين طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل سنة خمسمائة واحد وسبعين ميلادية ولد في مكة طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين وكان يصوم يوم الاثنين ولما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه